أهلا بكم إلى ملفنا لهذه الليلة حذر منتج ألبان من فوق 70% من العجول الصغيرة وأتوقع انقراضها كليا خلال 7 سنوات في حال لم يتم تدارك مشكلات إنتاج الألبان فيما كشف أمين عام غرفة مصدري اللحوم خالد المقبول عن اتساع فجوة الأعلاف إلى 14 مليون طن ودع المقبول خلال تنوير باتحاد أصحاب العمليوم لإنشاء صندوق مخاطر القطاع ووضع مصفوفة للقطاع وترتيب أوضاعه لحل المشكلات التي تواجه المنتجين وشك عدد من المنتجين خلال التنوير من مخاطر عديدة تواجههم مشيرين إلى تعرض 50% من المنتجين لخصائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ولما تفلح جهود حكومية في الارتقاء بصناعة الألبان وتواجه القطاعات المنتجة للألبان مشاكل عديدة تتعلق بعدم صرف الحكومة على دعم التلقيح الصناعي للحيوانات والخدمات الصحية مع تفاقم الفجوة العلفية جملة من الأسباب اجتمعت لتجعل عاصمة السودان الخرطوم تعاني من فيوة في الألبان بينما تمور هذه الأرض بأعداد هائلة من الثروة الحيوانية تصول وتجول في مراعي طبيعية وأخرى مروية وفرتها المساحات الشاسعة من الأراضي إلى جانب الأنهار التي تعددت وتمددت ومع ذلك ظلت الألبان المجففة المستوردة والزبن والجبن تشكل حضورا بائنا في وقت منوط فيه بهذه البقعة أن تغطي فجوة غذائية من الألبان في البلدان العربية بنسبة 34% ولكن السؤال البارز هو إذا كانت العاصمة الخرطوم تعاني من فجوة في الألبان تبلغ أربعة ملايين طن فكيف يتأتى لها التمدد إلى ربع الوطن العربي الكبير إن وجود الأبقار ذات الإنتاجية العالية واستمرار توفر الإعلاف إلى جانب توفر مستوى عالي من الرعاية الصحية للحيوانات هي شروط أساسية لقيام صناعة الألبان في أي قطر من الأقطار هذا الأمر أدى إلى أن تبذل السلطات البيطرية في السودان جهودا معقدة لمكافحة الأمراض الوبائية للحيوان إن تشجيع الحكومة لقيام مصانع لإنتاج العالي في المركز أسهم بدور كبير في تطوير إنتاج الألبان خاصة حول المدن الكبيرة لكن هذه الصناعة تعانت من السياسات الاقتصادية التي تمثلت في ارتفاع الرسوم على مدخلات الصناعة إلى جانب ارتفاعها على المنتجات النهائية ما أدى إلى توقف بعض المصانع إشكالات صناعة الألبان المتمثلة في تدفق المنتجات الزراعية والألبان من الخارج وعدم وجود عمالة مدربة علميا في هذا المجال يمكن مواجهتها من خلال تطبيق جراءات صارمة من ضمان ضبط الجودة وتوفير العمالة المدربة وأن تقوم الدولة بإيجاد حلول لمشاكل التمويل لقطاع الألبان وتوفير الأعلاف ودعم قطاع المنتجين إمكانيات سودان الزراعية والحيوانية هي حلقة أساسية لتقطية الفيوة الغذائية من الألبان على المستوى المحلي والإقليمي ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع مشاهدين أرحب بضيفي من الخرطوم نائب رئيس غرفة الألبان بولاية الخرطوم محمد الصديق دراس مرحبا بك ومساء الخير وأنت ضيفا على الحدث الاقتصادي بداية السودان يملك 150 مليون رأس من الماشية ونشهد نحن في السودان ارتفاعا كبيرا وخياليا في أسعار اللحوم الحمراء والألبان في السوق لدى المستهلك السوداني العادي هي مرتفعة بدرجة بعيدة وإلى مدى بعيد هل هذا الارتفاع معقول؟ نعم أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم في أعداد كبيرة من الأبقار ومن السروة الحيوانية موجودة عندنا في السودان نعم ولكن أنا من خلال متابعة إليك على الشاشة شايف أنه أبقار في شكل حديث في داخل محالب وأبقار فارة من برة وظاهر أن الأبقار الفارة في الخلد ما عندها إنتاج بتاع البان حتى من ضروعة لأي زول ممكن شاهد معي بيكون شاف المسألة دي بيبقى الإنتاج هو في ولاية الخرطوم بصورة أساسية لكن المشكلة بتاعة الغلال الحاصلة دي هي ناتجة من متخلات الانتاج ذاتها نعم في السنين الفاتة الخمسة دي الخمسة سنين الفاتة دي يعني تضاعف سعر اللبن لخمسة أضعاف بينما تضاعفت المتخلات لثماني أضعاف بالنسبة للألبان يعني الآن شوالى اللنباز عندنا بألف وستمائة جنيه شوالى العلب بثمنمائة واربعين جنيه شوالى الرد الأصلا يفترض أنه يكون يجينا رخيص الآن بخمسمية نعم بنستلمه بخمسمية حصلت فيه يعني دي فيه تجاوز فيه سمسرة وده يقمح مدعوم يعني كان يفترض أنه يصل للمنتج مباشرة القطاع بتاع الألبان يحتاج لإهتمام كبير جدا أخي كريم نعم سيد محمد يعني عزرا للمقاطعة ولكن يعني السودان يمتلك يعني ثروة حيوانية كبيرة جدا مقارنة بالدول يعني شغيغة ومقارنة بدول العالم ونحن في هذه يعني الثروة الحيوانية من مفترض أن نكون يعني أصحاب أسعار عادية جدا ويجب أن تكون ساهلة لدى المستهلك السوداني ولكن هناك جشح كبير جدا من التجار في ارتفاع أسعار اللحوم وأيضا يعني إذا جئت بك إلى رطل اللبن حاليا فاغل 25 جنيه السوداني لماذا هذا الارتفاع يعني وأنتم يعني ترون أن السودان يمتلك ثروة حيوانية كبيرة جدا وهائلة بدراسة علمية جاموا بالإخوان المختصين في المسألة دي نعم تبين أن تكلفة الإنتاج بتاع رطل اللبن يعني في المتوسط يطلع بـ 17.5 المستوى العالي ممكن يطلع بقريب 26 جنيه بالنسبة للمنتج الضعيف وأقل من 17 بالنسبة للشركات الكبيرة عندها كهرباء وعندها حلابات وعندها فاكسينات وعندها مزارع حقتها وعندها كده دي الآن ممكن التكلفة اللبن تكون أقل من كده لكن المتوسط 17.5 نعم مما يعني أنه فيه 50% من قطاع المنتجين ده مهدد بإنه يمش ويطلع من السوق تماما بهذه المناسبة بالتعاريف الآن بالقصب بنشتريه واشتريه العلب بنشتريه واشتريه الترحيل بالنسبة لأنه مشكلة كل شيء غالي ما فيه شيء رخيص هل تعلم أنه العامل الآن العامل بيأخذ عشر مليون صافي الحلاب الواحد نعم ماهيت عشر مليون يعني مسألة ما آدت يعني ما زي أنه عندك بهاي بترعف البطان هناك وبتشرب مجان وبتأكل مجان وبتجي تحليبه وكذا الكلام ما يهدى نعم مثلا بالحسابات الاقتصادية المتوسط بتاع سعر الرطو 17.5 نعم سيد محمد يعني أنت مربي ماشية مربو الماشية في السودان بطبيعة حالهم يعتمدون جدا على أنفسهم في مراحل الانتاج والتسويق وغيره يعني إذن يعني أين ذهب دور وزارة الثروة الحيوانية حاليا أخي كريم لحد الآن يعني وزارة الثروة الحيوانية نحن أصلا مهمشين تاريخيا وأصلا سروا الحيوانية دي ما محل اهتمامنا من زمن الانجليز ما محل كانت اهتمام حتى لما يتعامل مشروع الجزيرة الحيوان ما كان مضمن فيها أنت بتعرف لو كنت من ناس الجزيرة بتعرف موسم السرقة موسم السرقة ده سيد الحيوان اللي زار فيه بيزرق من حواشته بفيك بهايمو بالليل وبيستهن بالنهار وده بقوله بيزرق لأنه أصلا هما مضمن في داخل السياسة نحن جينا الآن هس عندنا جدودنا كانوا بربوا أبقارهم من في حي العرب سنة قمسة وخمسين ثاني بعد شوية قالوا جاتكم المدينة زحونا شوية ودونا لحد السوق محل السوق الشعبي دون بلحد حمد النيل ثاني بعد شوية قالوا شوية بعدونا ودونا بزيد ودونا آخر الجبل في مدرمان الآن هس عندك مشروع فلسطين جدعو تمانين كيلو الآن هو تفرق ما عارفينه مشاوين مشروع الرضوان كان مهدد لآخر لحظة نحن بنتكلم معهم يا أخواننا انتوا لو عايزين اللبن دي تطور وديرين المسألة دي تطور خلوا الناس يحسوا بالأمان خلوا الناس يحسوا بالاستغرار ملكوا الناس أراضي الأراضي دي بيشتاعدهم بتخلي زون يطور بيئته الآن السبعين ثمانين في المية الآن اسمحتها في التقريب ودواقع حاصل في النفوق بتاعة العجول الحاصلة ده لأنه البيئة ما كويسة ولأنه الفاكسينات غايبة ولأنه وده كله نفترض نحن ننتظر إنه نحن صحيح نحن مبادرين صحيح نحن متجي لكن ديرين الدولة يعني تهتم بهذا الأمر نحن نعاني من تهميش طويل جدا يا أخي غطاعنا ده غطاع منتج نحن لك أن تتصور يعني نحن الآن بنوفر لكم لو أنتم بتستوردوا لحوم من برة بتستوردوا ألبام من برة ديرين ثلاثة مليار ثلاثة مليار دولار من وين تجيبوها نحن الآن وفرناها لكم نعم سيد الحمد وحنوفر لكم منتجات تمشي للعالم كله لكن بقليل من الاهتمام من الدولة ديرين الدولة تهتم بالرعاية الصحية ديرين الدولة تهتم بتسكن الناس تدي ناصة مع نينة تسهل لهم قضايا التمويل مع البنوك مع المؤسسات مع الأشياء انت عارف يعني غالب النازل المستضعفين حتى ضمانات يقدمها للبنك ما عندهم فالمسألة يعني محتاجة ان الدولة يبقى دجزوا من همها واحد من اسباب التهميش مش نحن المهمشين ليه وزيرنا ذاته مهمش يعني هزا لحد الآن ما عندنا وزير ومنتظرين يشوفونا زول زعلان كده يدوه يردوه بينا نعدي معاه أيامنا زي ما عدينا أيامنا مع الناس اللي فاتوا قبلهم وتبقى دي مصيبتنا نحن أصلا إذا ما في اهتمام انت داير حرية وداير سلام وداير عدالة وداير في زول ما بيأكل من عرق جبينه ومن ما بيأكل من انتاجه عنده حرية في زول جيعان عنده سلام ما في زول جيعان عنده سلام ولا في زول سيد محمد الحلول إن شاء الله العاجلة لقطاع الثروة الحيوانية لكي يرتقي بدوله الكبير جدا في السودان ذكرت في حديث فائت سيد محمد أن الأعلاف يعني تواجهون من خلالها مشكلة كبيرة وأيضا الترحيل وأشياء كثيرة يعني تخص قطاع الثروة الحيوانية الأعلاف يعني هي تمثل ثغرة كبيرة جدا من خلالها تنفذ الصعوبات التي تواجه قطاع الألبان برأيك ما هي الحلول والمخترحات لهذه المشكلة حبيبي لك أن تتصور نحن الآن عندنا فجوة في الأعلاف الآن عندنا البرسيم بتزرع في أعراضينا بيشرب بمويتنا ونحن ما بنشوفه ولا بنضوقه بيصدر بيمشي الخارج نعم عندنا المولاص بينتج في بلدنا ونحن ما بنشوفه بيمشي الخارج عندنا الأنباز بيصدر بيمشي الخارج نحن نجي النافس فيه وهو بيطلع لنا بالأسعار الغالية عندنا الردة دي كلها مدخلات الردة الآن عندنا هي الشوال بنشتري بيخمسمية والشوال المدعوم بتاع الدقيق ذاته بيخمسمية يعني بيقى علينا الديك سعر الديك وسعر ريشة حقته واحد بالنسبة لنا يعني الردة بتاع قشرة الجمح بيبعها لنا بنفس سعر الشوال المدعوم ده كله لأنه في وسطة في النص مسألة ما خلينا تصل للمنتج بصورة كبيرة الإمكانية إمكانية الحلول موجودة يا أخي الكريم خلي تكون في نسبة من البرسيم ده للاستهلاك المحلي خلي يكون الملاظن نحن عشان يودون هناك البيئة الحيوية والبيئة النظيفة ويسفرون لنا أوروبا وغيرنا وسيد البيت جاء عن نعم حقه نحن الآن نعملوا قيمة مضافة نحولوا للبن نحولوا للحم نستفيد منه يستفيد منه البلد نجيب منه دولارات ندعمه الاختصاد نعم نكون دعمنا سبعين في المية من القطاع بتاع الشعب السوداني الشعب السوداني ده انت عندك سبعين في المية منهم عاملين في الدمجالهم الآن لو تركزت يعني لو تركز لقوا قليل من الاهتمام بالمناسبة القطاع ده يعني واعد جدا وبقليل من الإهمال ممكن يطلع كله نعم سيد محمد يعني لم يأتي على بالكم يعني في قطاع ثلو الحيوانية خلق شراكة ما بين القطاعين الخاص والعام يعني تحسين السلالات يعني أيضا بالنسبة للألبان واللحوم خاصة في ظل التغيرات السياسية التي جعلت كل الدول تعرض يعني مساعدتها لسودان من أجل تجاوز حالة تدهور الاقتصادي الحال الذي مر بالسودان خلق يعني علاقة ما بين القطاعين الخاص والعام ما عاد ما عاد العالم كله مبني على الشراكات العالم كله مبني على التعاون نحن ما الدين يدينا ومشتهين ناس يجونا يقولون نحن داريني شارككم في حاجة نحن ما رافضين نحن ما رافضين الحتة دي وحاسين دي بتخدمنا يعني نحن عندنا الآن عندنا السروة الحيوانية بتاعتنا عندنا الناس الأيدي العاملة محتاجين نتدرب محتاجين نتطور محتاجين نتدرب يعني يدربون يعني يعلمون محتاجين الطرق العلمية تدخل علينا بصورة كويسة. محتاجين تجينا جهات تقدر توصل لنا الكهرباء وتوصل لنا الماء وتدخلنا في الداخل المنظومة العالمية. عشان نقدر نمشي لها قدام بصورة كويسة ونطلع من النظام التقليدي. الآن يا أخي الشركات اللي بتقوم بالعمل بطريقة محترفة كده لا تتجاوز 5-6% كل قطاعك ده قطاع تقليدي. انت محتاج شديد انه يكون فيه اهتمام نحن نفتكر بوابة نحضة السودان من هذا القطاع. نعم يعني السودان سيد محمد يملك مقدرات زراعية وحيوانية هائلة جدا. لكن الغائب تماما ودائما هو مسألة التصنيع في السودان متى يمكن ان تقام صناعات حقيقية تستوعب كل من الانتاج الحيوان السوداني لكي لا يضطر بعدها السودان لاستيراد اي كميات من الالبان من خارج السودان يعني متى تهتمون بمسألة التصنيع. هي المسألة دي بدأت مبادرات مبادرات ما مشغل دولة مبادرات بتاعة بعض الشركات قامت يعني جزاها الله وخير قامت في هذا المجال ودخوله كان برضو مشجع لقطاع التقليدي في انه في النهاية بقيت فيه وقدام ناس وقدام يعني تجارب واصبحت المسألة بالنسبة لهم. لكن القطاع ده ما لم الدولة تميدي دولة ما لم تكن فيه مشاركة من الصعب عليه انه يمشي في المسألة دي. بعدين انت الان في فجوة. عندك الان فجوة في الالبان. نعم. انت محتاج انك اول حاجة امشي شوية كده كميلا. الآن انت عارف عن كل شغلتنا منتجاتنا كلها يا اخي الكريم المربوطة بالشغل التقليدي ده. بتجاه في خمستاشر عشرين يوم غالية جدا. وتجاه اخر السنة كلها منتعبان. هسي شوال البصل عندك باربعة مليون. كيلو الطماطن بمئتين الف. الكام قبل يومين ثلاثة. اللبن هسي ده ناس بتشكي من غلاطه في مرحلة من المراحل اللبن ده ناس بتفقوا ما لاقلوا يزور. فشغل موسمي لانه ما في ما في تخزين ما في تصنيع ما في حاجة زي دي. الكلام اللي انت بتتكلم عن ده كلام ضروري وكلام اساسي لما انا اعرف من اول السنة انه انا امتاجكم وسعركم وتكلفتكم وربحكم. وليه اخر السنة بكون انا مطمئن تماما. لكن انا بربح ليه خمستاشر يوم بخسر كل السنة. يعني هسي شوال البصل بيقولوا ده. يمكن خمسة سنين انا ناصر البصل ده لما ربحوا. وهسي الان جاتوا فرصة بتاعة خمستاشر عشرين يوم بعد شهرين حتى تنزل تاني. لانه ما وراهم تصنيع. نحن ما ورانا تصنيع. كل القطاعات الحية والمنتجة والتقليدية وهي القائمة اللحمة سادات المجتمع السوداني كلها. الان هي محتاجة لناس يقوف في فوشها ويعملوا له صناعات تحويلية عشان تمشي لقدام بصورة كويسة. نعم برأيك سيد محمد كيف كيف الوصول للتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل انتاج تجميع وتصنيع وتسويق الالبان الى نشاط يعني زعائد اقتصادي جيد ومنافس للانشطة الاقتصادية الاخرى الموجودة في السودان. والله يا اخي الكريم يعني المسألة دي بالمناسبة ما صعبة. ما صعبة خالص. نعم. لكن دائرة اهتمام. اول حاجة عندك التلقيح الصناعي ده. نحن عندنا البقرة بتنتج عشرة ارطال تنتج خمسطاشر رطل. لقحناها بالتلقيح الصناعي ده. يعني قفزت لخمسين وستين رطل. يبقى المسألة دي لو انا قمت طبكتها في في كل القطيع بتنجح معي نجاح كبير جدا. ده بيحتاج انه انا في النهاية ارعاها بصورة كويسة اهيئ لها مناخ يتناسب مع اللقاحة جيبت ده. ويتناسب مع البيئة. دي لازم اطور بياتي انا. البقرة اللي بتنتج عشرة ارطال ما ما بتعيش في نفس البيئة مع البقرة اللي بتنتج ستين سبعين تمانين رطل. انا لازم المسألة دي اطورها. دي سهل بالمناسبة. المسألة دي لو لقت رعاية والله في الظرف وجيز جدا. نحن نصدر. نكتفي ونصدر. الان يعني ممكن نصدر لحوم بمستوى عالي جدا. انا سعد الشغلة التمة بتاع المسالخ الحديثة ده ده كلام رايع. ده كلام مشجع. بيودي 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 انه بعدين اللحوم دي بتمشي لجدان بصورة كويسة. نعم. فالمسألة بتحتاج يعني شوية اهتمام في من الدولة بانه اول حي التلقيح الصناعي ده يستمر. الفاكسينات تكون جاهزة. الرعاية الصحية تكون ممتازة. الاستقرار بتاع المشروعات الزراعية والمنتجين يكونوا مستغرين ومسلموهم قطاع عراضيهم ودهم شهادة بحثهم يمشوا يتمول ويمشوا يحسوا باستقرار ويجيبوا اولاد يحسوا يحسوا انه في انتماء حقيقي ما حاجة وقتية باكر انت مهجر وباكر مهجر وكل يوم ما زعزع. بتبقى المسألة كده اكتما تستغير. لكن انت بسياسات بسيطة. اي مبادر بتجي تجاه القطاع ده بيجيب نتائج كبيرة جدا. فده نحن المنتظرين الان والله. نعم يعني سيد محمد يمر التسويق الداخلي الالبان يعني بعدة قنوات ابتداء من منتج السلاع مرورا بعدة وسطاء منهم حتى تصل للمستهلك حيث ان حوالي سبعين بالمئة من الالبان يتم تسويقها عبر الوسطاء. كمين يعني نصيب الوسطاء في اسعار المستهلك مثل حوالي سبعة سبعة الوستين بالمئة. يعني مما يحكي ضحف كفاءات نظام التسويق السائد في الولاية. برأيك ما رأيك في هذا الحديث يعني. ده نظام مبتلى به كل الحياة بتاعتنا الاقتصادية. الوسطاء كتيرين جدا. نعم. وعايزين ياخدوا اكتر من ال من الناس المنتجين الحقيقين. وده يعني الان نحن بنعاني من الوسطاء حتى في في المواد بتاعت الاستهلاك. يعني نحن نسألهم بازل بنشتري ده ما بنشتري من المزارع مباشرة بمر بعدة وسطاء. الرد اللي بنشتريها ما بنشتريها من المطاحي مباشرة بتمر بعدة وسطاء. العلف اللي بنشتري ما بنشتري من المنتج مباشرة بمر بعدة وسطاء. القصب اللي بنشتري ما بنشتري من من المزارع مباشرة بمر بعدة وسطاء. المسألة دي نحن بتقابلنا في مدخلات الانتاج وبتقابلنا في المنتج النهايي. فالآن الناس العيش السهلة دي بتاعة وصيد بتاعة السمسار بتاعة كده الناس لاقين مترزقين منها ما في حاجة بتجبره يعانوا في الانتاج وفي التعب والمعاناة العايشين نها النازل فأي زول لاقيله الرزق سهل بيمشي فيه ودي السياسات هي اللي بيشجعه الآن الناس لو حست انه بعدين المنتج الآن احنا ناسي المنتجين دي المهمشين ما بتنقى فينا زول الآن في قلب المدينة ما بتنقى زول عنده عمارة ما بتنقى زول عنده في موقع جميل كلنا عايشين على الاطراف وكلنا عايشين على الكفاف وكلنا عايشين يعني قدر الكرشة والدرشة فموضوعنا ده ما جاذب اي زول يسمسر احسن له يسمسر لا يجي يتعب معانا ونحن بعد داسي ملاحقين بيننا جشعين وبيننا كذا وبيننا كذا ونحن بالعين في نفس النازلات نمارقين من السوق فنحن عايزين حقيقة انه الناس يعني تنظر نظرة موضوعية ونظرة فاحصة تصوف في مصلحة الاقتصاد السوداني وتصوف في مصلحة المنتجين اكتر مما تصوف في مصلحة غيره والان المنتج زاده محتاج لحماية يعني المنتج زاده محتاج لمنظمة تحميل ما في منظمة الان لحماية المنتجين سمعنا بمنظمة حماية المستهلكين لكن حماية المنتج ما اسمعنا لحد الان كان المنتج ده يعني لا أم له ولا أب نعم سيد محمد الحضائر ذات نفسها التي تأوي هذه الأبقار في الغالب الأعام هي أنشئت من مواد غير ملائمة جدا للبيئة هي أنشئت من مخلفات مواد البناء والحديد والجوالات والحصير وغير ذلك وهي بذلك تشكل بيئة غير صالحة لتربية الحيوان وذلك بدوره ينعكس على الإنتاج فيؤدي إلى ضحف الإنتاج بصورة كبيرة جدا ما هو دوركم في معالج ذلك؟ الدور ما نحن الآن بنعاني لنا الآن نحن مثلا في مشروع الرضوان لنا 27 سنة بنطالب بأنه ملكوا الناس حقهم ملكوا الناس عشان الناس يبنوا ملكوا الناس عشان الناس يطوروا وبرغم عدم التمليك زرعنا ودخلنا الكهرباء ودخلنا المغياء وحاولنا نصلح في البيئة وكل مرة بنشجع الناس يا ناس ما تخافوا الناس ما برحلوكم الناس بحي سبتوكم وبدأنا نشجع فيهم المدخل الأساسي لأنك إنت تحسن البيئة الزوال ملكوا الأرضوا اللي قائد فيها دي عشان هو يطمئن إنه هو مستغر يدفع فيها راس ماله أنا لما أدفع فيها أنا دائرة ترد لي دفعته ده في عشر سنين في خمسة سنين يعني إنت أنا معقول ممكن أهاجر باكر ممكن باكر تجيني تكسرني وتطردني أعمل فيها يعني أنا عمرة كيف المدخل الأول إنك إنت تديني طمأنينة وتديني وتخليني أنا مستغر وتملكني حقيت ساكل فيه ده وتقول لي أقعد وأنتج وأنا معاك أنا أكيد بطور البيئة لكن إنت عايزني أنا رؤى حاسي بإني أنا باكر راحل وشايل عصاتي في ظهري كده وماشي ودهرني أنا برضو أشتغل بإذا قامت الساعة فليغرسها ما بقدر نعم سيد محمد يعني الغرفة يعني تبنت مشروع تطوير صناعة الألبان حدثنا عن هذا المشروع والله الموضوع الآن هو في بداياته الآن يعني نحن جبنا في جات الحلابات على أساس إنه يملكوا الناس حلابات يبيعوها اليوم نعم نحن مشيرا تحركنا مع الجهات المسؤولة من بدري جدا في التمليك ده وحقيقة يعني واجهنا صعوبة شديدة جدا في المسائل نجاحات معينة بسيطة محدودة في جاتنا التزامات وإنه حنقليكم وحنقاعدكم لكن ما قدرنا نحن الهما الأول إنه المواطن إذا استغرى الأمور بتمشي بصورة كويسة بنقدر نجيب له الحلابات بنقدر نعمل له حماية التجمعات دي الرعاية الصحية بتاعاته سهلة كونك تجمع الألبان في حتة واحدة وتجيب لهم مبردات وتجيب لهم محالب وتجيب لهم كده في التجمعات دي سهلة الآن إنت نحن دائلين الدولة تمشي معانا في اتجاه تكون في قرارات فورية بإنه أي ناس أي منتج قاعد في موقع يملك موقعه نعم يقولوا طور موقعك وطور إنتاجك ونحن معاك القرار دا لوحده ممكن أن يدفع العملية الانتاجية خمسين في المية وممكن أن يساهل في تطوير البيئة بنسبة سبعين في المية والناس بعد ذلك بتمشي لي قدام نعم إذن من الخرطوم نائب رئيس غرفة الألبان بولاية الخرطوم محمد الصديق دراس شكرا جزيلا لك نزاكم الله خير مشاهدين عقب هذا الفاصل ننتقل وإياكم مباشرة إلى أخبار الولايات الاقتصادية فتابعونا اشتركوا في القناة